سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة اليوم عنا اكلة حلو باردي بها الشوب بسم الله الله اكبر بنبلش مع بعض بالمكونات اول شي عنا خمس اكواب حليب سائل اكيد اذا عندكم حليب بودر بتقدروا انكم تدوبوا وتعملوا خمس اكواب حليب. اللهم صلي على سيدنا محمد. عندي سميد خشن كوب واحد من السميد. عندي تلات اربع من الكوب السكر. عندي هلأ الكستر. تلات ملاعق مليانين بهذا الشكل من الكاستر. الكاستر بيعطي لون ونكهة وريحة كتير طيبة. هلأ بنخلطهم شوي مع بعض. بنحطهم على النار. ما بياخدوا معنا وقت كتير يعني صراحة كتير 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 سهلة وسريعة هاي الوصفة. نظرنا نحركهم اكيد لحتة ما يكعب المعنى السميد او الكاستر. قبل الغلية بنحط عليها نفستق حلبي مبروش. تحطوا معلقتين او اكتر قدمبتكم. تحطوا ماء ورد او ماء زهر. انا حطيت ماء زهر عندي معلقتين تقريبا. بتقدروا تحطوا ازعينكو اه الزعفران خطان الزعفران كمان بتقدروا تحطوا. وكمان بتعطيكو طعمة وريحة حلوة. ما شاء الله شايفين الخليط بلش يجمد ويتقل قوامه. المقادير كتير ممتازة. ما شاء الله هلأ غلوا. راح نشيرهم عن النار. بتحطوهم بصحن تقديم. اي صحن تقديم عندكم اياه. شايفين الوانه كتير حلوة. ازا اول مرة بتشوفوا قناتي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وما تنسوني من تعليقاتكم ولايكاتكم. بنا عن جد تعملوا لايك للفيديو. ما شاء الله ريحتها ما بتصدقوا قديش هي. قريبا لليالي لبنان اللي انا مرة عملتها في فيديو قديم. ليالي لبنان كنت عاملة. عوجة فستق حلبي. هاي كمان في عوجة فستق حلبي. حط الفستق الحلبي وهي سخنة لحتة يلزق عليها. بتقدروا عنكم طريقة تانية انه تعملوا متل ما انا عملت بفيديو ليالي لبنان. حتى تعوجها اشطة بتقدروا كمان هاي الطريقة تحطوا عليها اشطة. بس انا حاولت ان اعمل مكونات بسيطة. هاي الوصفة. ما شاء الله. راح ادخلها البراد. مدة ساعتين تقريبا. هلا هيك طلعناها من البراد. ما شاء الله جمدت معنا وبردت. اكيد قبل ما تدخلوها والبراد وتخلوها تبرد لدرجة حرارة الغرفة. هقطعها. انا حبيت اقطعها بهذا الشكل. انتو طريقة التشكيل. حسب زوقكم. اللي ما نصلي على سيدنا محمد. بتمنى عن جهة تجربوها طعمت كتير طيبة. خفيفة وباردة. هاي فين لونة شو حلوه? ما شاء الله الله ما نصلي على سيدنا محمد. انا حبيت احط عليا قطر. لانه السكر فيها قليل. بس انتو ازا ما بتكون قطر يعني نحن حطين فيها سكر. كمان طيبة بقطر او بدون قطر. بس انا من النوع اللي بحب كتير القطر. تقدروا انتو تحطوا عليا كمان عسل كمان بطلع طيب. شايفين الوانة كتير حلوة. تقديمة مميز. وسهلي يعني ما اخدت معي وقت خمس دقايق. بس بالبرات بدنا ننطر عليها لتجمد. بس على النار متل ما شفتم ما بتاخد خمس دقايق معكم تحضير. يعني انا متأكد اللي عنده مكوناتها بالبيت هلأ حيقوم يجربو. الف صحة وهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.